في البرلمان مع كل احترام لهم والخلفاتهم الثقافية والعلمية قادرين ان هم يعني يصغلنا مشروعات قوانين جيدة للعرض على المجلس ولا محتاجين زي ولا في بيت خبرة في المجلس هيعد ساعدهم في اعداد القوانين انا عارف اللجنة شون الدستورات السمعية هتتراجع لكن برضو ده هيعمل عليها جهة لازم يبقى في حد يساعد قولي ايه الطريقة اللي هتتساهم او تساعد في المسألة طيب خلينا اقول سيادتك ان المجلس بداخله مجموعة من السادة النواب المتميزين في مختلف المجالات هذا الامر المواقع لا يستطيع احد ان ينكر الامر التاني ان كل لجنة فيها مجموعة من السادة الزملاء الباحثين المتخصصين ونواب يعني باحثين نواب ولا باحثين موظفين لا حضرتك الزمل النواب حاجة والباحثين المتخصصين داخل اللجنة حاجة تانية حاجة تانية كده فبيحدث نوع من التكامل ثم ان لكل لجنة ان تستعين بعدد معين من المستشارين المتخصصين ايضا في مجال عملها ثم للجنة ايضا ان تعقد جلسات استماع تستدعي فيها اصحاب الشأن والخبرات المختلفة كل هذه الاليات لتجويد العمل التخصصي داخل اللجان حضرتك كده نورتنا انه في باحثين بيساعدوا النواب وضع اللجان استماع بتساعد النواب طيب السيد ايهاب خليني اقول لحضرتك ايه ابرز القضايا المشغول بها اللجان للوقتي عشان تطلع لنا او تنتج لنا مشروعات قوانين يتم عرضها على المجلس طبقا لرؤيتك او اللي انت شايفه من خلال موجودك في المجلس وفي اهم امين سر اهم لجنة اللي هي كل اللجان مهمة طبعا لكن اللجنة التشوئة للدستورية والتشريعية انا هستقزنك لاني مستمتع بالحديث مع حضرتك ومع الدكتور عبد الهين ايه ايه اه ا فيعلا لازم الواحد يستفيد اه حتى واصن على الهوى لازم نستفيد يعني انا شخصيا لازم نستفيد اه فلازم اخد من كلام حضرتك حضرتك قلت اهم لجنة كل اللجان مهمة طبعا لكن انا هقول ان يتج ей والدستورية والتشريعية هي العمود الفقري للعمل البرلماني وطمن حضرتك أني اللجنة تم قرار القائمة العضوية فيها بـ 32 عضو كلهم أسدزة وفقهاء بتخصصات مختلفة قادرين على العمل التشريعي ومساعدة باقي السيدة النواب اللي لديهم أفكار لطرح مشروعات قوانين أو اقتراحات بمشروعات قوانين وصياغاتها وهذا من اختصاص اللجنة طبقا لدستور عمل المجلس اللي هو اللايحة داخلية المجلس اللي صدد بالقانون الرخام واحد لـ 2016 ده من ناحية من ناحية تانية وأنا هاخد من كلام سيدة النائب بإني لازم أوجه الشكر لما يتقال اللي قاله سيدة النائب عبدالقصبي لازم أوجه الشكر للأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين لأنها بتقوم بدور خارق وجبار منذ بداية الفصل التشريعي من الصعب أن أجد منها الألفاظ والكلمات ما يوفي هؤلاء حقهم في العمل ليس فقط من البحشين اللي موجودين في الأمانات الخاصة باللجان النوعية ولا بالأمانة العامة المركزية ولا حتى في المجهود اللي بيقوم بالأمانة العامة للمجلس فقط لكن في كل مكان داخل مجلس النواب المصري تجد خلية عمل من النواب ومن الأمانة العامة عشان كده لازم كنت أقول الكلام ده عشان يطمئن للناس طبعا أنا مش هكرر كلام اتقال في النيل الأخبار قبل كده عن عدد الحاصلين على الدكتوراه وعدد الأسدزة في الجماعات المصرية والمستشارين السابقين اللي كانوا في محكمة النقد أو مجلس الدولة وأعلى المناصب القضائية ولا حاصلين على الماجستير ولا حاصلين على أعضاء ولا باحثين دول نواب نواب عن الشعب المصري وضعهم الشعب المصري وضع فيهم ثقة كل التحية والاحترام معنا ضيف كريم طرف ثالث لحديث في هذا الموضوع الأستاذ أحمد البطريق الصحفي المتخصص في شؤون مجلس النواب مرحب بيك يا أستاذ أحمد أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك أستاذ أحمد كنت عايزة أسأل حضرتك يعني أنا عارف أن ليك تاريخ طويل في تغطية أنشطة البرلمان خطوة انتخاب اللجان النوعية دي إيه أهميتها وإزاي شفتها شفت أهميتها للعمل البرلمان يعني أنا أعتقد أن المجلس بإنجازه لخطوة انتخاب اللجان آآ قد أنهى المشكلة التي كانت متمثلة في عدم وجود المكينة التشغيعية أو المطبخ النياني وأن هذه الانتخابات التي جرت في جاوة ديمقراطي حقيقي آآ بتؤكد أن المجلس على طريقه الصحيح من أجل ممارسة ميانية حقاقية وأن غانبية اللجان اللي تم انتخابها آآ سواء كان بتسكيت رؤفاءها مثلما حصل في سبع ميان على الأقل أو بالانتخابات المباشرة مع بين أكثر من مرشح بتؤكد على أن المجلس على طريقه السليم وأن الإجراءات التي سوف تتم من خلال دراسة المفترحات ومشروعات القوانين أو ما يستجد من التفاقيات كل هذه المسائل سوف يتمي إنجازها في خلال فترة قريبة القادمة ولكن أولانية محوظة أولانية محوظة أولانية أن اللائحة حينما أعدت حينما أعدت لم يكن السبب في زيادة عدد اللي جاند زيادة عدد أعضاء المجلس بسبب واحد بسبب واحد فضل أما من المفترض بإسلام ما هو موجود في معظم برزمانات العالم وأنا لفيت وشوف هناك لجنة بتقابل كل وزارة هناك لجنة بتقابل كل وزارة نعم وأن كان في مشكلة عندنا في خلال فترة اللي فاتت لأن عدد اللي جاء لا يماثل عدد الوزارات اللي موجودة وكان حق العديد من مشروعات القوانين بتعمل لها اللي جاء خاصة وكان ده ما ينفعش ولذلك زيادة عدد اللي جاند بما يناسب عدد الوزارات الموجودة سواء كانت عجلة الاتصالات وهي لجنة جديدة لجنة الصناعات الصغيرة وهي لجنة جديدة بتماسلها مزارة قائمة فكل هذه المسائل ليست لها علاقة بحدث النواب إذا ما أخرس في الاعتبار أيضاً الجثور طيب هو ربطها بالوزارات الهدف منه الرقابة على أدايا الوزارة دي وعمل تشريعات اللي بتطلبها الوزارة دي ولا إيه الهدف أيها ده الجزئية الأولانية هي أن تكون عينة منافذة على معظم الوزارات القائمة بالفعل نمر الثانين أن تحال إليها كل الموضوعات المتعلقة بهذه الوزارة يعني لما نقول مثلاً أن وزارة الاتصالات هتعدل في قانون الاتصالات لنما يحال عز القادمة للجنة المختصة بيحال لجنة الاتصالات وحيئة مكتب اللجنة التشريعية واحد بالحضر أكثر يعني لازم يكون فيه ناس متخصصين بيبرسوا هذا الموضوع بالجانب اللجنة التشريعية طيب خلينا أسألك سؤال كده من أسئلة الإعلاميين يعني هو مفروض الوزارة واللجنة يبوه صحاب ولا مفروض يبوه إزاي يعني أنا يعني أنا 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 هاولي حفظاتك حاجة أنا إلي ده الموضوع ده الموضوع ده اللي سمعته دلوقتي من الدكتور القصدي اتفضل أنا طبعاً ما أحكراني اللي فضلته وطبعاً يعني بقى شيخنا واحنا بنحبه جداً بلاديك السحسنا أنا أنا آآ بقوله أن المجلس أن المجلس يجب أن تتعدد فيه ألوان الطف السياسي اتفضل ويجب أن تختلف فيه هورقة من أجل الصالح العام اي ومن اجل ترشيد القرار السياسي ويجب ان يكون النجلس في جانب والحكومة في جانب اصل اللي يقول لي ان احنا بتقوم في مركب واحد يوم احنا عزين نمل نقط بعض بالحضن الخلاص ومن راقش ده المجلس يجب ان يكون مراقبا جيدا لاداء الحكومة يعني اختلاف الرؤى مش غلط المهم الخلاف هو اللي بيوبغ غلط انما اختلاف الرؤى ما فوش حاج فيه اثراء وفيه مزيد من العطاء بالتأكيد بالتأكيد وانا اعتقد ان الحكومة تعي هذا الدرس جيدا بدليل حقيا الحاجة الاولانية انها حين اعلمت انها قد حصلت على ثقة المجلس فانها وجدت ان الملاحظات التي كانت في رب المجلس على بيان الحكومة ملاحظات في منطقة الخطوخ ولذلك قالت انا هاعتبر هذه الملاحظات مكملة للبرهاني صحيح نمرة اثنين نمرة اثنين انها قالت ان انا سوف اكمل هذا الامر بانسال تقرير مفصل كل ستة شهور بما تم انجازه وتحقيقه ونمرة تلاتة علشان تؤكد انها سوف تكون جاهزة للمسائلة او للمراحبة قالت يانا مرشة انا بقولكم ان انا هبعت ليكم كل المشروعات على الدوائر بتاكم الخاصة بالدوائر نعم ارقوكم تابعوني نعم ارقوكم تائلوني نعم كل هذه المسائل بتؤكد ان حكومة حريصة على المسائلة ويجب ان يكون ان المرغمان حريصة على المسائلة ايضا وليس على الطبطة انا بشكرك شكرا جزيلا للكاتب الصحف الستاذ احمد البطريق المتخصص في الشؤون البرلمانية وهذه عودة الى ضيفية في الاستوديو سيد تنابل سيد دكتور عبدالهاد القصبي هل محتاج تعلق على كلام الاستاذ احمد طبعا اخونا الفاضل الاستاذ احمد بطريق حبيب وشخص له قمته انا طبعا اصدت بعدم تقسيم المجلس هو عدم اشعال خلاف يأخذ المجلس بعيدا عن تخصصه ولكن التعددية والاراء المختلفة قائمة ولها كل الاحترام رأي صواب ورأي ويحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب اذا ما قصدته هو وحدة الصف في اتجاه الهدف اما قضية ان ننشئ خلافا بين السادة الاعضاء حتى ننشغل عن المهام التشريعية ورقبية هذا هو الامر المرفوض ثم ايضا مسألة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ما هي العلاقة اؤكد انها علاقة تكامل ليست علاقة خلاف نعم نحن نمارس مسألة التشريع ورقابة على اكمل وك ولكن في النهاية يجب ان يكون نصب اعياننا الصالح العام بالتكامل السلطات لانها دولة واحدة نتكامل فيها جميعا من اجل الصالح العام كل واحد يقدمهم طيب ايه القضايا اللي انتم مشغولين بها السؤال ده سألتوا لستاذ اهاب الطمقاوي لكن لسه ما جاوبتش عليه اه لسه ما جاوبتش عليه يعني اعرف منك ونسجع لستاذ اهاب ايه القضايا اللي حضرتك شايف ان اللجان مشغولة بها ومفروض تعمل لها تشريعات بشكل عاجل ربما سيادة اتكلم مع اللجان بشكل بعام اه ولو تحب تتكلم عن لجنة التمامل الاجتماعي مفيش مشكلة لا هنتكلم طبعا بشكل عام اولا سيادتك بشكل عام افضل بشكل عام اولا سيادتك الدستور بيلزم جميع اللجان بان تحدث تعديلات لتتوافق مع الدستور مظبوط ايه ايه اذا دي قضية اولانية كل المواد التي اشار اليها الدستور لابد ان نعدل القوانين ليكون هناك توافق ما بين الدستور والقوانين هذا بشكل عام اما بشكل تخصصي اللجنة التضامن الاجتماعي والقصرة والاعاقة فانا بهنق الشعب المصري وبهنق مجلس النواب بمولد اللجنة مهمة ما كانتش موجودة قبل كده في المجلس او كانت موجودة ضمن اللجنة اللجنة بالكامل ما كانتش موجودة لا كان موجودة اللجنة الدينية والاجتماعية لكن ما كانتش موجودة اللجنة متخصصة بالكامل اللجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والاعاقة والاعاقة انا حفظت معك نعم لانه مهمة اوي حاجة جميلة اوي نعم يعني حاجة تجديد جميلة اوي لجنة في منتهى الأهمية والأهمية لأنها تتعلق بحياة كل مواطن في مصر بشكل او في اخر وخاصة الفئات الفقيرة والمهمشة والمناطق العشوائية والمناطق الحدودية مجال عمل اللجنة واسع جدا جميع قوانين العدالة الاجتماعية وتطبقها والمساواة مناطق باللجنة ان تهتم بها يمكن عندنا قوانين مهمة جدا بالاضافة لقوانين العدالة الاجتماعية قوانين الجمعيات والطفولة والأسرة ومتحدي الأعاقة اذا سيكون لدينا اجندة تشريعية ويعني الشيء الطيب ايضا ان هذه اللجنة يعني شاء المولى سبحانه وتعالى ان يكون تشكيلها تشكيل جيد جدا اللجنة بها سيدات وبها شباب وبها نواب زملائنا ارباط وبها معاقين وبها نواب من الصعيب انا متفائل جدا بهذا التشكيل واعتقد اننا بامر الله سنؤدي مهمة قومية ان شاء الله تحت رأس تكتب لجنة مثمرة ومنتجة كل ما فيه الخير للوطن ان شاء الله استاذ ايهاب مجاوبتش على السؤال سؤالي بعشا مشاهدها ابرز القضايا